اشتركوا في القناة بالضغط على لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم المستوى الأول أخطار الإجابة الصحيحة تدور أحداث النص حوله التعلم في المدرسة الدراسة في الجامعة إنشاد القصائد والأشعار قراءة القرآن الكريم في الكتاب الإجابة الصحيحة هي قراءة القرآن الكريم في الكتاب أصف بكلمات من الفقرة الأولى مصحف نورة مصحفا أخضر اللون نقوشه بديعة متداخلة قطه أسرها جماله غلافه صلب قوي ناولت الأم المصحف لنورة وتلقت نورة المصحف بكلتا يديها ماذا كان يشغل بال نورة بعدما احتضنت مصحفها الجديد؟ أنه ليس لأحد غيرها أخطار الإجابة الصحيحة يقصد بكلمة التيمينة حفل يقام عند التحاق الطفل بالكتاب بعد أن يختم الطفل القرآن الكريم نهاية العام الدراسي حين يكمل الطفل عامه الأول الإجابة الصحيحة هي حفل يقام بعد أن يختم الطفل القرآن الكريم المستوى الثاني أستبدل بالكلمات التي تحتها خط كلمات تحمل المعنى نفسه حدقت في نقوش المصحف البديعة حدقت بمعنى نظرت إلى زلت نورة واقفة لبرها برها هنا بمعنى للحظة أخطار الإجابة الصحيحة من بين البدائل المعطى فيما يلي هذا المصحف الأخضر المهيب كلمة المهيب تعني عظيم الشأ أم المتماسك أم الصلب أم الجميل الإجابة الصحيحة هي عظيم الشأ لها وحدها من بين كل إخوتها وأطرابها كلمة أطرابها تعني صديقاتها الأصغر منها عمرا أم صديقاتها التي تلعب معهن أم صديقاتها الأكبر منها عمرا أم صديقاتها التي في مثل عمرها الإجابة الصحيحة هي صديقاتها التي في مثل عمرها أجد في الفقرة الأولى مضاداً مناسباً للكلمات الآتية الحزن المضاد الفرح اللين المضاد السلط الضعيف المضاد القوي أصف قاعة الكتاب عندما دخلت نورة كما ورد في الفقرة الثالسة على اليمين البنات يقرأنا بصوت رفيع في الوسط المعلم سرور متكئ على عصا على اليسار الصبيان يراجعون ما حفظوا أكمل أدوار الشخصيات في حفل التيمينة كما تخيلته نورة في الفقرة الرابعة نورة والمعلم في المقدمة تسير أكبر الأولاد يهتفون الأولاد والبنات يخرجون من الكتاب الأب إقامة مأدبة ضخمة الأم ستوزع الحلوة المستوى الثالث أقارن بين التعليم في المدرسة والتعليم في الكتاب الكتاب المكان في المسجد المدرسة المكان في المدرسة الكتاب المعلم يكون شيخ أما في المدرسة المعلم يكون أستاذ التلاميذ في الكتاب في كافة الفئات العمرية أما التلاميذ في المدرسة لعمر محدد الكتب في الكتاب يدرسون القرآن الكريم أما في المدرسة يدرسون جميع المواد لماذا تبدو نورة متعلقة إلى هذا الحد بالتيمينة؟ لأن هذا سيرضي الله وسوف يدخلها الجنة أحكي الإسلوب الآتي بجملة من إنشائي وهي تسير جنبا إلى جنب مع المعلم سرور وهي تسير في المقدمة مع إخوتها وهي تقول بيتا شعريا مع صديقتها المستوى الرابع أجيب شفاويا هل يحتفل الناس بختم القرآن الكريم في مدينتك أو قريتك؟ وكيف؟ نعم بإقامة الحفلات وإعطائهم الجوائز هل أعجبتك نهاية النص ولماذا؟ نعم لأن نورة كانت سعيدة وتتمنى أن يحدث هذا في الحقيقة أقرأ الفقرة الآتية ثم أجيب عما يليها من أسئلة تلقت نورة المصحف وحدقت في النقوش البديعة وتتبعت حروف القرآن الكريم أثر الخط الفاتن المكتوب على الغلاف نورة أفصل بين جمل الفقرة السابقة بوضع خط مائل نهاية كل منها الجملة الأولى تلقت نورة المصحف نضع خط مائل الجملة الثانية حدقت في النقوش البديعة نضع خط مائل تتبعت حروف القرآن الكريم جملة نضع خط مائل أثر الخط الفاتن المكتوب على الغلاف نورة هذه الجملة نضع خط مائل أقسم الجمل الآتية تلقت نورة المصحف نقسمها تلقت نكتبها في المربع الأول نورة في المربع الثاني والمصحف في المربع الأخير وحدقت في النقوش البديعة نكتب الواو ثم حدقت ثم فيه ثم النقوش ثم البديعة وتتبعت حروف القرآن الكريم نكتب الواو في المربع الأول ثم تتبعت ثم حروف ثم القرآن ثم الكريم أثر الخط الفاتن المكتوب على الغلاف نورة نكتب كلمة أثر في المربع الأول ثم الخط ثم الفاتن ثم كلمة المكتوب ثم كلمة على ثم كلمة الغلاف ثم كلمة نورة كل كلمة في المربع الخاص بها أربط بخط بين الكلمتين المتشابهتين من حيث نوعها اسم فعل حرف تلقت تلقت هنا فعل الكلمة المتشابهة معها تتبعت لأنها فعل القرآن الغلاف لأنهم اسم عن في لأنها حرف أصنف الكلمات الآتية حسب نوعها المصحف تلقت في نورة و حدقت النقوش تتبعت حروف أسر الخط على الإسم المصحف نورة النقوش حروف الفعل كلمة تلقت حدقت تتبعت أسر الحرف كلمة في و على على أكمل الفراغات بالكلمة المناسبة مستعينا بالصورة وأحدد نوعها اسم فعل حرف كما في المساء ذهب الأطفال إلى الحديقة بصحبة والدهم والديهم إلى حرف الأطفال يلعبون في الحديقة في حرف أرى أن يمين الصورة بنتا تلعب في الأرجوحة أن حرف تلعب فعل الولد يركل الكرة القدم كرة اسم الأم والأب يجلسون على الحصير الأم اسم ويجلسون فعل وذات السوب البنفسجي تلعب بالحبل و حرف تلعب فعل أكتب جملة من إنشائي أتحدث فيها عن عمل أقوم به على شاطئ البح متضمنا إسما وفعلا وحرفا الجملة هي ألعب بالكرة على شاطئ البحر النمط الإملائي أقرأ الفقرة الآتية وألاحظ الكلمات الملونة تخيلت نورة نفسها وقد ختمت صور مصحفها الجميل وأتمت حفظ جزء عامة منه ورأت بخيالها كل هؤلاء الصبية والبنات يخرجون من الكتاب جماعات متماسكة وفي مقدمة الجمع يسير المعلم سرور وهي تسير بمحازاته وكل الوجوه تتجه نحوها في حين يهتف أكبر الأولاد بكلمات التيمينة فيعل الصوت من خلفه آمين آمين أكمل الجدول الآتي كما في المثال كلمات مختومة بتاء مربوطة نورة الصبية متماسكة مقدمة التيمينة كلمات مختومة بتاء مفتوحة تخيلت ختمت أتمت رأت البنات كلمات مختومة بهاء منه بمحازاته الوجوه تتجه خلفه أساعد النحلات العاملات في إكمال بناء خلية النحل بإضافة التاء المربوطة أو التاء المفتوحة أو الهاء في الكلمة المناسبة ثم أقرأها عاملت تنتهي بتاء مفتوحة خلية تنتهي بتاء المربوطة لسعة تنتهي بتاء مربوطة تمتصة تنتهي بالهاء زهرة تنتهي بتاء مربوطة كسيرة تنتهي بتاء مربوطة هذه تنتهي بالهاء مخلوقات تنتهي بتاء المفتوحة نبات أيضا تنتهي بالتاء المفتوحة أكمل الجمل بمفردات الآتية ثم أقرأ ضيفه أمهات مياه زرعة الصلاة الجنة عائشة رضي الله عنها من أمهات المؤمنين مياه النهر عزبة الصلاة عمود الدين إن زرعت خيرا حصدت خيرا يكرم المسلم ضيفه البر يهدي إلى الجنة أتأمل الصورة ثم أكمل الجمل بكلمات تنتهي بتاء الساعة الآن التاسعة مساء الفتاة تقرأ كتاب حكايات جميلة لديها مكتبة تضم كتبا جميلة تغطي نافذة الغرفة سطارة جميلة أعيد كتابة العبارة الآتية تنتهي بتاء مفتوحة قصة تنتهي بالتاء المربوطة أول مرة تنتهي بالتاء المربوطة الذي أحبه الذي أحبه تنتهي بالهاء وقد عثرته تنتهي بتاء مفتوحة هذه تنتهي بالهاء القرية تنتهي بالتاء المربوطة كابورت تنتهي بالتاء المفتوحة ويعيد الطالب كتابة العبارة مرة أخرى أكتب ما يملى عليّ يجيب عليها الطالب بنفسه ويكتب ما يملى عليها المعلمة في الصف الخط يجيب عليه الطالب بنفسه يتأمل أشكال حروف الهمزة والواو والياء ويكتبها بخط جميل ألاحظ الكلمات الآتية وأتتبع أتراب آمين واحد نورة يعرفها اليمنى القوي الصبي يكتب الطالب الكلمات بخط جميل أكتب البيت الشعري الآتي بخط النسخ أمي وأبي خير الناسي وأبي تاج فوق الرأسي يكتب الطالب البيت الشعري بخط النسخ وبخط جميل أعبر أقرأ الفقرة الآتية ثم أحدد المكان في الجدول دخلت نورة إلى الكتاب على يمين القاعة الواسعة المفروشة بالحصر تحلقت البنات في حلقات يقرأن بأصوات رفيعة وعلى اليساري جلس السبيان يراجعون ما يحفظوه بالأمس والمعلم سرور في الوسط متكئ على عصار البنات يجلسنا في اليمين الأولاد في اليسار والمعلم في الوسط أعيد كتابة المقاطع الآتية مرتبة لأحصل على نص ثم أجيب عن الأسئلة لأحدد المكان سوف نقوم بقراءة المقاطع أولا اغتسل ولبث دجداشته البيضاء النظيفة ووضع كمته المترزة على رأسه ثم أخذ مصحفه وغادر البيت إلى المسجد استيقظ الصبي في الصباح الباكر ووقف أمام الخزانة ثم تناول ملابسه المرتبة بعناية من الرف الأوسط وراح يتله عن ظهر قلب فما أن يلمح بداية الآية حتى ينطلق لسانه بصوت عزب مرتل توضأ وصل الفجر ثم جلس بقرب المحراب وفتح مصحفه سوف نقوم بترتيب المقاطع المقطع الأول هو استيقظ الصبي في الصباح الباكر ووقف أمام الخزانة ثم تناول ملابسه المرتبة بعناية من الرف الأوسط المقطع الثاني اغتسل ولبس جلشته البيضاء النظيفة ووضع كمته المترزة على رأسه ثم أخذ مصحفه وغادر البيت إلى المسجد ثم المقطع التالي توضأ وصل الفجر ثم جلس بقرب المحراب وفتح مصحفه ثم المقطع الذي يليه وراح يتلوه عن ظهر قلب فما أن يلمح بداية الآية حتى ينطلق لسانه بصوت عزب مرتل والآن سوف نجيب عن الأسئلة أين وقف الصبي أمام الخزانة؟ من أين تناول ملابسه من الرف الأوسط؟ أين جلس في المسجد؟ بالقرب من المحراب أين ذهب؟ إلى المسجد وبهذا نكون قد انتهينا من حل تدريبات الدرس شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر